استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اتهمات منذوب السودان في مجلس الأمن لليبيا وقواتها المسلحة بدعم أحد طرفي الصراع بالسودان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وصفت في بيانة لها تصريحات منذوب السودان بالباطلة والمغلوطة مؤكدة أن ليبيا ومؤسساتها العسكرية تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وكافة الدول الشقيقة والصديقة كما حذرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان من الزج بليبيا وشعبها في النزاع الداخلي الذي يشهده السودان مشيرة إلى أن منذوب السودان تجاهل عمدا الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الليبي في تأمين الحدود مع بلاده واستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين من القاهرة نضم إلينا ألواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية أهلا بك معنا على شاشة الحداث وفي استوديو الحداث استمعت لهذه الاتهامات من منذوب السودان في الأمم المتحدة الذي يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع على ماذا استند منذوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا مساء الخير مرحبا بك ومرحبا السادة المشاهدين هناك عدة محاور في هذا الشأن المحور الأول هو العلاقة السابقة بين الجيش الليبي في شرق ليبيا والدعم السريع حيث كانت هناك قوات من الدعم السريع تغاتل مع الجيش الليبي في العام 2019 وما قبل 2019 أيضا زيارة ابن جنرال حفتر وعندها كانت دعم السريع جزء من الجيش سيتلو نعم هي علاقات سابقة بغض النظر عن التبعية ولكن زيارة ابن جنرال حفتر إلى الخرطوم قبل أسبوع وفي ضيافة الجنرال حيميتي كان لها دور كبير جدا أيضا الآن المحور المهم هو تدفغات البترول والزخيرة والأسلحة جاءت في تقارير غير سودانية حتى لا نسهب بعيدا في الاتحامات تقارير من شبكة الـ CNN تقارير استخصائي صحيفة النيوز ويك أيضا أوردت تقارير تقارير خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث صراحة عن الدعم الليبي للدعم السريع وهو أحد الأطراف الموجودة إذن هناك شكوى قدمت لمجنس الأمن بأدلة وجود أسراء ليبيين لدى الجيش السوداني موجودون الآن لدى الأكهزة الأمنية اعترافاتهم أيضا وحددوا بعض القواعد الجوية والبرية التي انطلقت منها المساعدات إلى الداخل السوداني أي نوع من المساعدات وأي نوع من الدعم كان يتم الإشارة إليه نحن نتحدث عن دعم اللوجستي دعم بقوات على الأرض أي نوع من الدعم تتهم في ليبيا الدعم هو دعم اللوجستي بالزخائر والأسلحة والصواريخ وصلت إلى الدعم السريع وتم القبض على عدة مخازن موجودة بها هذه الأسلحة أيضا هناك الدعم بشري يصل سواء كان مباشر من المسؤولين الليبيين أو غير مباشر من جماعات متفلتة تدخل إلى السودان وهذه أيضا مسؤولية الجانب الليبي وجود مرتزغة مرتزغة ليبيين تم القبض عليهم واعترفوا أنهم جاءوا للغتال بسبب المال وحددوا قواعد جوية مثل الجفراء في الجنوب وقواعد أخرى يتحركون منها بتوجيهات من القيادة الليبي أعتقد أن ليبيا هناك دائما حديث عن وجود كما تعلم عن وجود مرتزقة وقوات أجانب تحارب بجوار الدعم السريع لماذا الإشارة إلى ليبيا بالتحديد؟ أعتقد أن السفير الحارس في الأمم المتحدة تحدث صراحة عن الدول ذكرت كات وذكر أفريغيا الوسطى وذكر مجموعة فاغنر ليست هناك تحديد لليبيا بصورة خاصة وإنما ذكرت كل المتحدة البعض يقول لأنها كانت محاولة من قبل السودان لإبعاد الأنظار عن الانتهاكات التي تقوم بها كل الأطراف في السودان الانتهاكات مرصودة ومحسوبة وهناك تقارير للأمم المتحدة وصرف النظر عن ماذا؟ نحن نتحدث عن تدخل التدخل لا علاقة له بالانتهاكات ولا علاقة له بالتعمية عن وجود أي انتهاكات من الأطراف المختلفة وإنما هذا تدخل ودعم لوجستي مباشر ومرتزغة يأتون إلى الغتال من الشغيغة ليبيا وبذلك لا يوجد ربط ما بين انتهاكات وما بين تعمية أو محاولة التغطية على أي عمل داخلي هذه مزبطة هناك مستندات هناك أفراد تم القبض عليهم وتقارير من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي صراحة تحدثت على الدعم الليبي الذي يصل من الجيش الليبي وهذا أمر لا يحتاج إلى تأكيد ماذا عن التعاون هل مازال الجيش الليبي موجود على الحدود أيضا يتعاون مع السودان في منطقة تأمين الحدود وموضوع المهاجرين كانت هناك علاقات سابقة بتكوين غوات مشتركة بين السودان وليبيا لتأمين الحدود الآن لا تعمل ولا يوجد أي تأمين الحدود مفتوحة على مصرعيها هناك إتجار بالبشر هناك تهريب سلاح هناك جماعات تعمل في المخدرات والجريمة العابرة للحدود لذلك السودان يناشد الإخوة في ليبيا إلى معالجة هذه الإخفاغات معالجة هذه الأمور وأنا شخصيا شاركت في ندوة مع الأخ خالد المحجوب الناطق الرسمي لإسم الجيش الليبي وناقشنا أمور الحدود وأمور الجماعات التي كانت موجودة في ليبيا منذ العام 2011 وتبعيتها وبالتالي استخدامها من جانب أطراف الأزمة الليبية والآن يتم رددين من ساعد في 2011 الآن يتم رددين له داخل السودان ولكن السودان كدولة شغيغة لها علاقات مع الجانب الليبي نأمل أن الجانب الليبي ينقى بنفسه عن الأزمة السودانية ولا يتدخل بصورة مباشرة حتى لا يعقد الأزمة السودانية أكثر مما هي معقدة الآن بعد ردة الفعل من الحكومة الليبية كيف سيكون الموقف وموقف التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن زيارة الفريغة والبرهان إلى ليبيا قبل شهور كان واضحا فيها أن السودان يعتبر ليبيا شغيغة وبالتالي التعاون مستمر ونوضح الثغرات نوضح الإخفاغات ونريد المعالجات ليس هناك عداء إنما هي علاقات سنائية متينة ونتوقع أن بعد ردة الفعل وبعد هذا البيان من الجيش الليبي لكن هزر الحكومتين في ليبيا وليس حكومة واحدة نعم هم أوضح للطرفين أن هناك بعض الإشكالات في الحدود تهريب للزخيرة تهريب للأسلحة تهريب للوغوط يصل إلى الدعم السريع وبالتالي نريد معالجات ما تضمنته شكوى السودان في مجلس الأمن هو شكوى كاملة وملف كامل بالوسائق لذلك لم الحكومة تستسني أي طرف لكن أتوقع أن الحكومة الليبية تعالج هذه الإخفاغات تؤمن الحدود تتعاون مع الحكومة السودانية خاصة أن الأمر وصل الآن إلى دارفور الصراع الآن في دارفور ونعلم أن دارفور تطل على حدود طويلة جدا مع ليبيا وربما يحدث تأثير للداخل الليبي إذا استمرت هذه الأزمة مدة طوال ألواء الدكتور أمين سماعيل مجدوبة المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوط الاستراتيجية شكرا جزيلا كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر